مرحبا بكم الجارة إسبانيا الناس اللي ما زال ما شفوش الموضوع ديال الخرجة ديال حزب الأحرار وينتظرون الفيديو الآن ما عليهم إلا الدخول إلى صفحة عذراوي لايف الفيديو درناها البارح البارح تطرقنا لموضوع ديال الانتخابات أو للحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي يقود حزب الأحرار ويمكنكم الاطلاع على محتوى هذا الفيديو على الصفحتين صفحة عذراوي لايف وإذن صفحة جريدة الصحافة الإلكترونية إذن اليوم ستطرقوا لهذا الموضوع اللي كيهم القيام ديال القوات المسلحة الملكية بمناورات في الصحراء المغربية رفقة المارينز الأمريكي إذن العسكر ديال المريكان والعسكر ديال المغرب غادي يقوموا بمناورات في الصحراء المغربية إذن مرحبا السير إذا الحسنوي هنا إني أراك إذن أغلقت قبيلا وطلقت لايف في الصفحة ديال عذراوي عبد الرحمن الصفحة الشخصية فمرحبا بالأصدقاء ديالي الشخصيين في صفحة عذراوي لايف قلت بأنه هناك واحد حملة مسعورة تقودها الجزائر ورطات معها إسبانيا أو إذا أريد أن أقول كيف مقال الحسن الثاني رحمه الله قال بأن اللي عندها أطمع في الصحراء المغربية بالدرجة الأولى هي إسبانيا وهي اللي كانت مستعمرة المنطقة وهي التي تقف وراء كل هذه النعارات التي تعيشها المنطقة الجزائر يمكن أدات من بين الأدوات وعقد سكنات العسكر الجزائري منذ حرب الرمال الناس اللي خاضوا حرب الرمال وحد عدد كبير منهم انتقلوا إلى جوار ربهم الله يرحمهم جميعا ولكن للآن يمسكون بزمام الأمور في المؤسسة العسكرية الجزائرية باقين يعيشون على هذا الماضي الذي مر عليه أكثر من 60 سنة الله يهديهم ويرض بهم إذن من بعد هذه المناورات الفاشلة الأخيرة اللي عاشتها المنطقة كانت البداية مع منطقة القرقالات تم إغلاق الطريق أمام الشاحنات اللي كتنقل من المغرب في اتجاه موريطانيا وأيضا الشاحنات القادمة من جنوب الصحراء والتي تريد الدخول إلى المغرب وتم زج بواحد العدد الصحراويين والدفع بهم إلى الواجهة على أساس أنهم الصحراويين أطبع السريدة والقلوب قلت تمزج بواحد العدد الصحراويين لكي نعطي واحد الصفغة لأن المغرب يعيش مشكلة مع أبنائه بأن هذور الصحراويين انفصاليين هم اللي اقتعوا الطريق وبحنكة ملك البلاد وبسياسته الحكيمة خلاهم احتاج السوء احتاج عياء وإحتاج قنطهم للقلاس حتى شهد عليهم العالم كامل بأنهم السباقون للسوء بأنهم قطعين طريق قدام الشاحنات المغربية وأيضا الشاحنات الأوروبية التي تأتي من أوروبا وتتوجه إلى دول جنوب الصحراء يعني العالم كله شهد عليهم بأنهم يقومون بحرب العصابات يقومون بأفعال إجرامية واحد الصباح من بين الصباحات نفذ فيهم عملية الدقتم إذن باتوا ما صرحوا معرفوا باشتبلوا نزلت عليهم القوات المسلحة الملكية وقامت بإخراجهم من المنطقة واليوم هذه المنطقة هي تحت إمرأة القوات المسلحة الملكية وسلين المشاكل سلين أحرق الرأس سلين أصدع إذن نهازمت الجزائر ونهازمت الخطة ديالها في قطع الطريق أمام المغرب ومرت إلى خطة تانية الخطة تانية وهي استضافة إبراهيم غالي زعيم البوليزاريو في إسبانيا وإدخاله بهوية مزورة ويعرفون بأن هناك قضايا تلاحق إبراهيم غالي في إسبانيا ومع ذلك قاموا بالنسبة لهم في غفلة من أمر المغرب والاستخبارات المغربية لكنهم لم يكنوا يعرفوا بأن الاستخبارات المغربية قوتها خارج المغرب يمكن قد تتفوق على القوة داخل المغرب يمكن تجيب الأخبار من خارج المغرب وتعطي معلومات للولايات المتحدة الأمريكية على أعمال إجرامية ممكن توقع في أمريكا تعطي الأخبار لألمانيا الفرنسا الإسبانيا يعني هيك تقول للناس هاشنو غادي يوقع عندكم في البلد ديلكم وهاشنو غادي يقترفوا الأبناء ديلكم اللي هما من جلدتكم أو من أبناء الجاليات المختلفة في البلد ديلكم إذا الاستخبارات المغربية لاتجاد جابت المعلومات الكاملة على هذه العملية ديالتزوير اللي قامت بها السلطات الجزائرية بتواطئين مع السلطات الإسبانية ومشرات الخبر جريدة جونافريك ومن عن جونافريك انتشر الخبر إلى باقي العالم مرة ثانية شعرت تبون ومن معاه بنوع من الحسرة ونوع من الحقرة ذلك الشعار اللي كانوا رفعوه من بعد العسكر دي الجزائير من بعد حرب الرمال شنو قال ليهم الرئيس أنا قال ليهم حقرون المروق إذن اليوم مرة أخرى أكيد أن تبون في القرقالات قال ليهم حقرون المروق في إسبانيا حقرون المروق ومعاقد المروق يحقرهم ويجيب المعلومات من حيث لا يدرون ما تفهموش كيفاش دار المغرب توصل إلى هذه المعلومات وكيفاش نهج سياسة استباقية من أجل إفشال الخطط الرخيصة والباخيصة ديالهم للمرة الثانية المغرب أو الاستخبارات المغربية تتفوق على المؤسسة العسكرية الجزائرية وبعدما بات الكل وخصوصا الصحفة الإسبانية يتكلمون عن هذه الأعمال الأخلاقية والأعمال الغير القانونية التي قام بها الإسبان والجزائريون وجدت السلطات الإسبانية نفسها في حصرة من أمرها فقررت إخراج إبراهيم غالي من إسبانيا وإلحاقه بالجزائر كما يقال عبر طائرة مكتلات طائرة فرنسية ويقال بأن فرنسا هي التي تدخلت من أجل إنهاء أو من أجل حفظ ماء وجه إسبانيا وماء وجه الجزائر إذن جوج الصفر المغرب يسجل جوج للأهداف على إسبانيا والجزائر و يعني ما لقوا حتى شي حاجة إلا أنهم يقوموا بوحد الحملة دعائية على أن البانطاغون الأمريكي يوجه ضربة قاضية للمغرب ويقرر عدم خوض مناورات في الصحراء المغربية وانتشر هذا الخبر يعني مثل النار في الهشيم وتناقلته وسائل الإعلام الجزائرية بإسهاب ثم تناقلته مجموعة من وسائل الإعلام التي تكن العداء للمغرب وللمغاربة لكن مرة ثالثة يأتي الحل من ملك البلاد الملك محمد السادس الذي أعطى أوامره للقوات المسلحة الملكية المغربية للقيام بمناورات عسكرية على أراضي الصحراء المغربية تحت شعار الدقتم إذن المغرب للمرة الثالثة يهزم الجزائر والاستخبارات الجزائرية المدعومة من إسبانيا وكل هذا بفضل دهاء الملك محمد السادس الناس اللي تقلبوا على أي فرصة بشأنهم يتشفعوا في البلد ديالهم والناس اللي لقوها فرصة وداروا فيديويات في يوتيوب كيتشفعوا في المغرب أنه تلقى سبعة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية دخلوا الصفحة العدراوي لايف شوفوا آخر صورة مشرتها مشي الصورة اللي كان أكل فيها البيض الفطور صورة الوحدة عسكرية من المارينز وهي تلتقط لها صورة مع خريطة المغرب كاملة المكتملة على الأراضي الصحراوية المغربية إذن البانتاجون اعطى الأوامر لهم لأن المارينز انفذوا الأوامر جلالة الملك محمد السديس وقوموا بمناورات في الصحراء المغربية إذن لمرات الثالثة المغرب يسجل هدف قاتل وفي الدقيقة التسعين على الجزائر وعلى إسبانيا إذن لأول مرة تلعب مقابلة بثلاث فرق فريق ينزل فريقين ويهزم هذين الفريقين بثلاث نقط لسفر في انتظار القادم وسيكون القادم أحلى إذن كان الجواب خليج جمعي رحمه الله من اللي طرح عليه الصحفي جريدة العمق سؤال قال له بأن بعض الناس التي يقولون بأنهم غيروا المخزن من داخل المخزن قال له المخزن موجود منذ عهد السعديين يعني المخزن تجربة الحياة المتراكمة والموضوع رهن إشارة الملك سواء كان الملك الحسن الثاني رحمه الله أو الملك محمد السادس أو بعد عمر طويل الملك الحسن الثالث هي تجربة المئات السنين القرون بينما تجربة عند العسكر الجزائر هي تجربة 60 سنة لأنه قبل أن تحصل الجزائر على ما يسمى بالاستعمار أو الاستقلال اللي هو الاستعمار الجديد تابعة لفرنسا إذن الجيش المتواجد في أو العسكر المتواجد في الجزائر هو متواجد في الحكم أو في تنفيذ السلطة أو في النيابة عن الفرنسيين في الجزائر منذ 60 سنة وتجربة 60 سنة لا يمكنها أن تضاهي تجربة قرون كلها موضوعة رهن إشارة مالك البلاد إذن كل هذه المناورات أنا متأكد أن مالك البلاد ما يدوز فيها تدقيقة المكانة لتأخذ القرار الذي يبطل به السحر الجزائر وإسبان إذن الناس اللي هما بغاربة اللي هما أبناء الجلدة ديالنا كنتمنى على الله أنكم تراجعوا المواقف ديالكم قبل فوات الأوام فلا الجزائر سترضى عنكم ولا إسبانيا سترضى عنكم إن أنتم عاديتم وطنكم من أجلهم ولا الأدسنس سوف يدوم لكم لعوال أنه سيشد التقاعد من عند الأدسنس وسيبطي خلصوا اليوتيوب في التقاعد دياله فهو غالط هذا العالم ديال مواقع التواصل الاجتماعي هو عالم متقلب اليوم هو لك وغدا هو ليس معك الناس اللي كانوا في 2010 و2011 كيجيبوا ملايين المشاهدات مبقاوش الآن الدور نداح السيو وليس الجيل الجديد الذي يجيب المئات والملايين للمشاهدات بعد سنتين أو ثلاث سنوات سيكون جيل آخر سيكون نسخرين إذن الآن لا يوجد خير فهو لا يوجد مهنة ولا عادية بلادك ولا عادية المالك وكيف ترى بلادك من أجل هذا الدراهيم أو الدولارات أو الأورويات التي تصورهم اليوم قد تبع بعد قدع هذا الأورويات لا يكون الحاجة الوحيدة التي ستبقى لك هو الفيديوات التي انشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي سوف تخلد عداءك لوطنك وشهادة تشهدها في حق وطنك إذن للمرة الثالثة ملك البلاد يتخذ قرارا صائبا وصارما الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تحرك القوات العسكرية ديالها لأي بلد إلا إن كان هذا البلاد دي قيمة ودي أهمية ويدرب له ألف حساب لمكانة الجغرافية ديال المغرب مكانة جد مهمة في غاية الأهمية والولايات المتحدة الأمريكية تعي ذلك ولا أدل على ذلك هو إقامتها لقاعدة عسكرية في منطقة بنغرير هي الأكبر في المنطقة أصدقاء ديالي اللي كانوا أيام كنت نشتغل في مدينة الدر البيضاء مشاو داروا تكوين في بنغرير كيقولوا لي بأنه مجموعة ديال الدول عندها يعني المراكز العسكرية ديالها مجموعة في مكان واحد وبالمقابل كي المكان يعادل كل هذه الدول هو خاص بالولايات المتحدة الأمريكية إذن أمريكا كتعرف بأن مصلحتها في حسن العلاقة يلها مع المغرب وكتعرف بأن المغرب هو شريك يمكن أن يعتمد عليه كتعرف بأنه فوق من الأوقات التي توجهت مختلف الدول في إفريقيا الشمالية نحو روسيا الحسن الثاني رحمه الله رفض ذلك وكان البلد الوحيد والأوحد في مختلف الدول العربية والإفريقيا في شمال إفريقيا التي اختارت المولاة للولايات الأمريكية المتحدة وهذه الأشياء لا تنسى هاتش مشاركي يجيوك يتنسى هاتش هذا يدون بميداد من فخر والعلاقات بين الدول تبنى على حساب أشنق الدمتلية باش أشنق الدملك إذن من كان يظن بأن أمريكا سيطيق واحد من نهار في إسبانيا ولا سيطيق في الجزائر و ستنقالب ضد المغرب فهو تحلم العلاقات بين المغرب والجزائر يعني علاقات ستبقى متوترة إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها أو الحل الثاني هو أن الأخوة والأشقاء الجزائريين يهديهم الله ويفهموا بأن المرحلة التاريخية للمغرب أعطى فيها علقة للعسقر الجزائري هي مرحلة دازد من التاريخ وليوم إحنا أولاد اليوم ممكن نشتغلوا اليد في اليد وممكن نبنيوا واحد المغرب عربي اللي هو قوي اللهم إن كانت لهؤلاء الجنرالات مهما أخرى يقومون بها وكانت لهم وصية من الفرنسيين على أن هذا المغرب العربي معمره يكون معمره يتحقق ولهذا السبب هم يديروا هذه النعارات لكي يبينوا بأنه كان المشكل ما بين الجوج دول وبالتالي ما يمكن الخمس دول الأفريقية في شمال الأفريقية تبني مغرب عربي موحد لأن المتضرر الأول يكون فرنسا هذا حل تاني لكن من جهة أخرى العلاقات الأمريكية المغربية هي علاقات قديمة جدا وحتى الزعماء الأمريكيين وقت ما تكلموا عن المغرب يذكرون بأن المغرب كان أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للأمريكيين إذا وقفت معايا لا سنجد ولكن لم يشتي في واحد الوقت الحرب الباردة ما بين أمريكا وروسيا مشتي والتي موالي لروسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية احتهد هذا الأمر هذا رمها غالي يتنسلك إذن اليوم المغرب يسجل النقطة الثالثة بفضل حنكة الملك محمد السادس والقرارات التي تم اتخذها في الوقت المناسب ويتم تنفيذها بكل دقة وبحنكة فتحية للقوات المسلحة الملكية المغربية على دور ديالها الكبير التي تقوم به من أجل حفظ الأمن والسلم والسلام للمغربة وحفظ الحدود المغربية وتحية وتحية أيضا لكل رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ولكل الذين يقضون ليلهم ونهارهم يسهرون على سلامة المواطنين وعلى أمن هذا الوطن إذن تستمر أو لا يستمر هذا المسلسل ديال الدقتم ويستمر المغرب في تسجيل النقاط الهامة والمهمة وليسعنا إلا أن نعبر في كل مرة عن فخرنا واعتزازنا بملك البلاد وتعبيرنا الصادق على أننا كلنا جنود مجندون وراء جلالة الملك لا يهمنا الكلام الذي يقوله فلان أو علان ولا يهمنا ما يقوم به المسؤول الفلاني ولا العلاني أو الحزب الفلاني أو العلاني في نهاية الأمر نحن مواطنون مغربة ووطنيتنا تفرض علينا أن نكون وراء جلالة الملك في كل القرارات التي يتخذها وسنبقى على هذا العهد إن شاء الله إلى أن نموت عليه وضقت دبتا أحنا بغي يجاوبني يقول لنوش الأستاذ دريس بودح لا باقي كيقرع في مدينة فاس ولا ما بقاش ما حال من راك نقول في لاي ما كنش واحد كيقرع في جامعة مدينة فاس لا فاكل يجلب لنا هذا الخبار أستاذ المناجم تفكر أنه يشد مرحبا ويشد مرحبا 10 دقائق لا تنفس مرحبا ويشد المغرب تنفس المغرب هو الأصل والباقي كله تقليب المغرب تجربة المئات السنين لا يستهانون بها هذا واحد من ديوننا قال الكاسيدي كان عليك ان تنتظر اليوم الخامس المقبل حتى يأخذ الاتحاد الأوروبي موقفه من المغرب ربما النتيجة لن تفرحك لكن يقرروا أن الاتحاد الأوروبي يسد على المغرب في مرة لا يستطيع التعامل مع المغرب سنقوم بإمكانهم لبنانيين فوقت من الأوقات أو للأتراك الأتراك قرروا أن يمنعوا التعامل بالعملة التركية واذا يقوم بإمكانهم بالأتراك في الولايات المتحدة في كندا أو في أوروبا ندقي صيفة العملة للبلاد يعني المواطنين بإمكانهم أن ينقذوا البلد وينقذوا الاقتصاد المغاربة المقيمون في الخارج بإمكانهم أن يكونوا بديلاً لكل هذه الدول الأوروبية وانتمنى على الله أن هذا الشيء تحقق وأنه يكون سبب لكي المغرب يدير مدارة رواندا يخرج نفسه من هذه التبعية لأن هذه التبعية التي يدفع تمنها بالدرجة الأولى هو المغرب هو المواطن المغربي هو الاقتصاد المغربي لأنه بدلاً من نبيع الحاجة مثلاً من خمسة درهم كان نبيعها في درهم الفرنسا والألمانيا والإسبانيا علماء دينا مش ستين عبر العالم عندنا القدرة بش أننا نشتغلوا رأسنا ونبيعوا الدول بحل الولايات المتحدة الأمريكية بحل اليابان بحل روسيا شدغي المارشي ديانا روسيا قد يغنيك عن أوروبا بأكملها فهذا أخر ممكن أن تقوم بها من أوروبا هو أن تقوم بحل العلاقة مع المغرب فأهلاً ومرحباً وفرنسا مع المراغة فأنا فتح فهذا ما أريد أن تتحدث وإذا كنت مواطن مغربي وفعلاً كنت تسمى نهار الخميس لكي تشفى في البلاد فتبلك إذا كنت جزائري وعويض الشيطان ومخلص بطره الزيت وحليب وداخل لكي تكتب التعليق هابو جورد يالك خدم الله يسهل عليك والله يزيدك زيته وحليب بحليب سمحوا فينا الدول العربية في مواجهتنا مع إسبانيا شوف عول على رأسك عول على الله سبحانه وتعالى عول على أفراد الجالية المقيمة بالخارج تكون هناك التفاتة من ملك البلاد يوجه دعوة إلى الجالية المغربية لكي توقف وقفة رجل واحد مع الاقتصاد لبلدها والله المغرب ما عمره يخصوه خير الناس اللي جانده اللي عندهم 30 سنة و 35 سنة او اكوميله واحد الاكسبرينس بعشرة تلقوا هم يرعاوا في الولايات المتحدة الأمريكية تحديد من المتحدة غير من الوالمارت او كوسكو تعمل المغرب العشرين سنة القادمة لكي تعملوا الاقتصاد المغرب بأكمله لانك يبيعوا كل شيء يبيعوا شدة أنواع المنتجات تحديد الذهاب جميع أنواع المنطقة الذي أعمل في قطاع الناس مثلا المنطقة المناطق ايسابنيا و الأخرى فرنسا تقربين لكي تقعدوا سوف نقص لكم 300 مليون سنتين من لقوم وانضل فلانية لدينا فيها الديفو او انتم مبوحدكم اللي تلقى هو الديفو ليس الديفو ديفو تأتي الخدامات والكناري تلقى وستلعى فيها الديفو ولكن انا قلبناها مزيان وتكون طرولات المرة اللولى والثانية عاد مشاتر اذا كيف مصول يقدم ديالك كيف يتعاملوا معك بطريقة انك ما عندك حق مش تعيش او الليلات تعيش عيش غباش احنا نعيشه عيش غباش تغفر لنا هذه الطاقة اللازمة لنقوموا على قيد الحياة ترجمة MBCD تبلغك والمهم اذا كان ولد بلاد نعم وكي يتسنى انه يتشفى في الوطن تبلغه مرة اخرى لن نستسليم اما ان ننتصر او ان نموت كندا في الموضوع كندا تعتبر القضية ديال الامم المتحدة ديال الامم المتحدة هي اللي خاصة تبت فيها بدل السوق بسوق وغير السوق الامريكي ارى دكش ارى الاقتصاد ديال امريكا ارى بحرك الصين على قدام وحناش وصلنا للصين احنا لاجب تجوج تلاتة ديال الكليان مزيانين من عند الميريكا ارى البلاد كلها تخدم وفرصة ومناسبة نحن نريد ان نتجوج ونبيع المواطنين باتمان معقولة ونشوفوا حل مع افراد الجالية المغربية يعتمد ان يتصييد في المغرب ونضك المعلومات البلجيكا ودول اوروبية لالناس الذين عندهم الدور ومملكة في المغرب خطأ فادح ولكن تنظم بانه تداركه في مبعد افراد الجالية المغربية الناس عندهم فلوس يعني الناس فالخارج لدخولات المغرب بطريقة كتضمن لذلك الناس لأنهم يتطورونها لا يحتاج لفرنسا ولا السبانيا ولا ألمانيا ولا يحتاج واحد يتنفق عليه وهو لا يتوحشون الحلاوة الخضر والفوكيل والمغرب يتطلبون لأن الأسواق تغيب عليهم شيئا جيدا كل يال يطلب في هذه المواد الزوين التي كنتم تجيبون لنشاد ما هذا باسل هذا منك تجيبونه فالفرنسير يتطلبون المنتجات بالجودة العالية التي يناع عند المغرب والمغرب يشاهدون الكنديين يشاهدون بأن المنتجات المغربية في الخضروات والفوكيه متفوقة جدا على مختلف الدول الأخرى لماذا لا تقوم المفاوضات مع كندا لكي تفتحها القنصلية في الصحراء لا ترى المفاوضات تأتي من الراس الفوق هذه الشهادات تحترم فيها القرارات الدول البلاد لديه موقف رسمي والموقف الرسمي يقول بأن قضية الصحراء المغربية يجب أن يوكل أمرها للأمم المتحدة لا تتعطيش تعليق على الاعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية لا تقول معه ولا ضد لا تتعطيش تعليق على هذا الموقف الرسمي لا يمكن السافير في المغرب لا تتعطيش تعليق على كونسول في كندا أو لأي مسؤول أخر يعطي وجهة نظر مخالفة للموقف الرسمي لا تتعطيش لا تتعطيش لأن الموقف الرسمي واضح لا تتعطيش على أي أساس المشكلة لا تتعطيش لا تتعطيش لا تتعطيش ما تتعطيش وما يمكن نفاق وحتى المصالح المسؤولين على العقارات في المغرب وكل العقارية لا تتعطيش لأن الموظفين يتعطيش معلومات لأي جهة شكرا سي فؤاد تحية لك هذا الرجل الخضر سوف تتعطيش سوف تتعطيش سوف تتعطيش الفيروس لا تتعطيش لا تتعطيش لا تتعطيش لا تتعطيش كنا نتعطيش لأن الحركة كانت واقفة في ذلك الوقت لكن هذا المقص لا تتعطيش لأنه شكرا لك حفيد المالكي إذن الذباب الإلكتروني الذي كان داخل يتعطيش على الموضوع بالتعطيش سوف تتعطيش لكن لا تتعطيش لا تتعطيش لا تتعطيش لا تتعطيش لا تتعطيش تحليل جميل التحليل التفوق الاقتصادي في الصين وتأثير على موازين القوى في العالم كبير هذا التحول لم تستطع أوروبا مواكبته لو أن الصين جاءت وقف الأمريكان في الباب تتعطيش الفلوس تظن أن أمريكا تصبح مشكلة اقتصادية ما هي الصين لا تحتاج للسلعة غرقوهم بالسلعة غرقوهم بالكريديات ووصلوا معهم المبالغة خيالية الكريدي لعند الصين مستحقا على الولايات المتحدة الأمريكية ممكن التعامل مع الصين الصين وخفهم تحرميات في القوالب يتعاملون بطريقة رابح رابح ولكن هم اللي رابح جوج مرات لكن ممكن أن تحطي معهم النقاط على الحروف قبل أن يدخلوا كان هناك مشروع كان مسؤول عليه إلياس العماري في مدينة تنجم لا أعرف كيف يصل الآن رأيهم كيف يستثمرون أنا من اللي كانت في المغرب مدير 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 تجاري ديركتور كوميرسيال إحدى الشركات العقارية مجموعة الجمعية وكانوا في الطريقة يتصلوا به مجموعة صينية ويخدموا مجموعة صينية خاصة غير المستوى التعامل مع الشركات ومع الجهات ومع الجهات داخل البلاد إسبانيا إذا كان هناك بلد أو منطقة فهذا العالم تعاني هذه المنطقة أوروبا إسبانيا إيطاليا ألمانيا فرنسا البرتغال رم على يعني شفاء حفرتين من الانهيار يكفي أنه واحد الأزمة اقتصادية أخرى جديدة تجي رمى بقول الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي جاءت مدت لها حق البطن من كندا لماذا؟ لأن كندا المؤسسات المالية ديالها وقت على الصح لكن الاقتصادات التي تعتمد على استغلال الدول الأخرى واستغلال اقتصادات دول أخرى من أجل إنعاش الاقتصاد لها أول ما جاءت الأزمة طيحتها ونتذكر يعني الدربة التي تضربتها لغريس لدربة إيطاليا لدربة مرتغال لدربة إسبانيا كان تأثير كبير إذن هذه الاقتصادات لا تؤتمن يعني لا تستطيع تؤتمنها من 20-50 سنة للقدام الآن الاقتصادات التي تعود عليها والتعامل معها وعينك مغمضين هي الولايات المتحدة الأمريكية هي الصين هي اليابان إلى حد ما كندا لكن أوروبا قالها لهم جورج بوش قالهم ما قالوا عليكم قارة عجوز احتركم قارة عجوز لذلك المغرب من مصلحته أنه يحبس العلاقة معهم ويتاجه نحو أسواق جديدة المغرب المغرب يدها في فلاحة ويطورها 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 بشكل خطير جدا مقارنة مع الفلاحة في دول أخرى في دول متقدمة كنت تتكلم لا يحتاج لك سياحة عنك صح لأن الفلاحة أو المواد الفلاحية موجودة في مختلف بقاع العالم وعليها الطلب كليمانتين أو ليمون أو المدينة موريال ويطورها في واجهة المغرب في الدخلة المغرب على أساس أنه مهمة وزوينة ويتخطف عليها الناس أكيد أن الاشتغال على تطوير وتنمية الكمية والتوجه بها نحو أسواق جديدة أكيد أنه سوف يعفي المغرب من هذه التبعية التي لديها مجموعة من الدول الأوروبية الطاعنة في السن ماركة غابية المئة ويطورها في أوروبا المنزل الغدية المنزل سوف يوفر للدولة المغربية السياحة والجالية المغربية إذا سوف تصبح المساج للجالية المغربية يقول بأنه ركالي يجب أن تساعد المال للمغرب لتساعد المشاكل سوف تساعد المال لتساعد المغرب ولكن سوف تساعد المشاكل بالمبيدات وهذا ما يدخل في إطار هذه العملية الإعطاء وإلاء الأهمية كيف يجب أن هذه الزعبول لهم المغربية قرون هذه تزرع في المغرب بدون مشكلة بين عشيات وضحاها يضرب هذا الفيروس ومغضت في المغرب كامل خاصة الدار أبحاث الدار دراسات وإن ثبت أنه تم إلحاق الضرر بهذه النبتة بفعل فاعل هذا اقتصاد وطني وهذه التروة وطنية ولكن شيء واحد يقف وراء هذه الجريمة عنده حاجة وحدة لقدر يستحقها وهي الإعدام لا يوجد حاجة أخرى إذا هذا الشيء يدخل في إطار عملية الاهتمام أكثر بالفلاحة وتطويرها وإعطاءها واحدة الدفعة كبيرة جدا لكي تستطيع تغطي أسواق التي هي ضخمة و أسواق التي هي بعيدة لماذا توركيا سلعتها؟ أولاد المغرب أكثر من السلعة الصينية ونحن لا نصدر لها هذا الشيء يجب أن سيد الوزير يجاوب عليه ماذا الأتراك حسن مننا؟ ماذا يدعم وماذا ما كان في توركيا كان في المغرب ويمكن كان في المغرب أحسن إذن دائما نحن باقي نتكلم على المسألة الإعطاء الأهمية عوض مغا نتقى ونحن نتابعين للأحزاب السياسية ونصرفون لهم في المالايير ونعطيهم في ليبيوتجيك وفرقوهم بيناتهم ويتقاتلوا على الانتخابات وهذا أخرج وهذا ما أخرج هذيك 40 مليار التي توزعت على الأحزاب السياسية لكي تدعم حملات انتخابية لكي تدعم فرقها على الإبوات ثلاثة أو أربعة للطوابق الآن رواقفها لماذا منعها وماذا ندوّر هذه الشركة وماذا خاصة للماشين أنا في ذلك الوقت أسمع بأن الماكينات كانوا يسوى 200 مليون الآن سيكونوا 300 أو 400 مليون من السنتيم لكل ماكينات كانوا يمكن 20 ماكينات هذه الشركة خاصة خمسة مليار أو ستة مليار من السنتيم وهذه الخدامة موجودة الخدامة التي كانوا خدامين فيها وماذا بقيمين فيها إذن هذا أول مطلوب هو أني ندخل الفلوس في المكان الصحيح أما كان أعطيهم لهذه الناس للعدد وماذا ألف وماذا ألف وماذا ألف وماذا خمسة ألاف مجموعين في واحد العدد الأحزاب وقال أن يتحنوا في هذه الميزانية الكبيرة بدون أي قيمة مضافة يقدمونها لهذا البلد هذا الشهادة غير معقول وهذا الشهادة لا يساعد في مواجهة هذه المشاكل هذا اللي يقول لنا قبيلت سنة حتى الخميس رأى أوروبا سيتفعل لو أننا كنت نفقو هذا الفلوس في المكان المناسب ما نسوقه نحن لهذا أوروبا عندي شركة خدامة وعندي واحد الآلة داخل وصف الاقتصاد خدامة مزيان ما بغيتش هذه السرعة غير ما يقلب على اللي يأخذها أنا كنت أتكلم غير على نموذج واحي الشركة التي أنا كنت فيها نسيج الآن كنت أتكلم عنه التكنيسيان الذي كان قابل للماشين دارني ارمون قال لي وعيدت على الباطرون ومشيت للشركة تلقيت معه السيدسا يخرج تقاعد لدينا 10 سنين وقال لي ربنا ندور هذه المواكنة من جديد قال لي لقد قلت على كل شيء تبور لا تبقى صالح لديك شيء يمكنك خروج لتلح إذا هذه الشركة هي البنيان واجد لهذه المواكنة مقادة وخاصة الآليات وهذه توفر للاقتصاد المغربي لدينا تركيا أو دول أخرى ما نفعله نحن ونعطيها للأحزاب السياسية وفرقوها بينهم على أساس أنهم يريدون حملة انتخابية فائدة يجعلون الخدمة لا ينزل هذا يجعل نظفة في الصباح يلقى الحم ويجعل الأوراق ويجعل أنهم ويجعل أنهم يلوح بدون أي تفائدة إذا هذه الأحداث المتسارعة التي يعيشها المغرب مؤخرا يجعلها للمغرب واحد الدرس المهم جدا يجعله يستفيد منه ويجعل المغرب يعرف العدو من الصديق ولكن يجعله 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 لحقا هذه الأحزاب السياسية مزيانة الديمقراطية لكي ناس المؤسسات الدولية تقول بأنه كان هناك تنافسية ديمقراطية إلى آخرهم مزيان يجعله ثلاثة أربعة الأحزاب ويجعله قرار ملاكي يخرجوا المالك يطرحوا على الشعب استفتاء لا يوجد أي خرار يمشي في انتجاه لإغلاق البرلمان أو إغلاق الأحزاب السياسية ويرفضوا الشعب المغرب لأنه عارف بأن هذه الناس أكثر من عبدة أمون قال ما يعطيونك قيمة مضافة؟ لا شيء أي الهضراء وهذا يقول وهذا يرد عليه وهذا يواعد وأخوك يعود يرد عليه وهو قال يخدم جوجة المليون في 2018 اليوم قال الله سأخدمه مليون مجرد كلام ومجرد هضراء لما تشري خضراء وما تبيع خضراء إذا اليوم نحن محتاجين لكي أمنى هذه الأموال ديال المغرب خصت تصرف في المكان الصحيح من أجل مواجهة هذه الدول وهذه الجهات التي تعادل المغرب وتحاول قدر الإمكان تركيع المغرب والمغرب مع مروم غد يركع عليها يعني تحت حكم الملك محمد السادس مع مروم غد يركع لهذه البلدة ذلك خصنا الآن نقوم بترشيد تركيب المغرب ونعرفه مين نصرفها ونعرفه كيف نديره ونعاود ندوره العجلة تنمية داخل البلد بدلا ما نعطيها لهذه المجموعة للناس الذين لا يقدمون ولا يؤخرون لهذا الوطن تركيب الزريعة البلدية الدلاح كيف نديرها؟ لا لا فهمت ما تبدلت زريعة كيف يقول لك الدلاح انتحاد الأوروبي سيتكلم عنها قضية التي تهم الأطفال المغربة القاصرين لا نحن لم نتكلم شي عن هذا الموضوع الموضوع للأطفال القاصرين الجزائر وإسبانيا من الذين احسوا بهذا اللضغ الإستخبارات المغربية لهم وشوفوا رأسهم بأنهم تفضحوا أمام وسائل الإعلام المحلية لهم لعبوا هذا اللعب هذا مع الصباح يجبون يلعبوا الكرة حتى المدخل السبتاء جاءوا يحلوا البيبان ويجعلوا الناس يدوزوا الناس يعقبوا على ثلاثة أو أربعة القوات المساعدة المغربية لماذا لا تدخلوش لا يرى أنه في الطرف الآخر لم يكن أحد أحد إذا عملية مخدومة وسائل إعلام خبيطة العملاء مغاربة يعملون لصالح إسبانيا ولصالح العسكر الجزائر يصوروا المشهد وطبيع الحال دلالي الصغار قال سنتمايا شافوا حدا شافوا الملك محمد السادس من الملك وصلوا الخبر قال لي أنهم ردوا هذه الأطفال ماهو خاصة ماهو خاصة ماهو خاصة ماهو خاصة ماهو خاصة ماهو خاصة دلالي الصغار وردوا إلى المغرب ماهو خاصة ماهو خاصة ماهو خاصة هو صرف النظر عن زعيم بوليزار عن إبراهيم غالي وقضية وإدخال بطريقة غير قانونية وقضية المتابعة في جرائم ارتكبها يريد يصرفون عن هذا الموضوع ويشغلون الرأي العام بالموضوع ويشغلون أطفال صغار ودخلوا الحدود إلى آخرين لو أن المغرب فعلا يغرق سبانيا كان يجيب لها الناس من جنوب صحراء الأفارق من أعداد كبيرة قلس المغرب يوكل فيهم ويشرب فيهم ويعاون فيهم المغربة كان يجمعهم ويعطيهم لزودياك لا تدليل كل شيء هجمة عندما ينضح بليون ينفقوا وقدموا 100 ألف أو مليون وقفوا لهم في البال وماذا أخنوش خطير على المغرب أنا الموقف أعبر عنه منذ سنوات حق أخنوش تنقول بأنه إذا كان أخنوش رجل أعمال ناجح الله يسهل الله يزيد من فضله يعني ما حسدناه الله يزيد ويعطيه ملايير على ملايير أخرى ولكن كرجل السياسة أنا لا أرى فيه أي شيء الذي تعطيه صفة زعيم سياسي لا زعيم حزب ولا رئيس حكومة يكفي أنكم ترون المنشورات الآن التي تنشر على الصفحة أو لا على الصفحة رسمية الحزب الأحرار سترون مدى ركاكة لكي تكتب الفقارات والشعارات فاقوة لا يعني أنكم تتكلم عن الموضوع أو أنكم تتكررون حانكم ركاة تأمر ترساء ومعلمين 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 والشعارات فالميجم اهلا لدخل لدينا من الرجل تدخل غيري بأي شي ينتاقدك أسلوب ركيج جدا يعني ناس لا علاقة يعني الطريقة التي تدخل أخنوش ستوصلون للبارو ولم يتوصل بهذه الطريقة سنشرح الإعلام ونشرح الإعلاميين والصحفيين سيكتبون عليها بالزز من بوهم ولا سنقطع عليهم بالزولة هذا الشيء لا يوكل ولا يوصلش ومشي ديال الدوام لا ينفعك واقلة وصلك لرئاسة الحكمة ولكن لا يجعلك في هذه المدة في الولاية كاملة لا يجعلك لك لكي تحقق نتائج إيجابية لا يجعل شيء هذا يفيد فيه المعقول مثل القرارات التي تتخذها المالك دقة بطلة الدقة تم يعطي الحل كان النتيجة ولكن لكي تجيب طرق ملتوية وحيال وأكاذيب وأرقام فضفاضة ها جوجد المليار ها جوجد المليون ها مئة آلف ها ربعين وفي الأخير لا يوجد غير ريح لا يوجد أسلوب وطريقة ولا يتوصل حتى شيء مليح في العالم عنده شعبية كبيرة لكن الشعبية تطمط في الحيط بيع عمليات بيع الشركة لتأمين لشركة من جنوب إفريقيا وبقي إلى يومنا هذا يقال بأنه ما خلصش مبلغ هام جدا دي الضرائب لخزينة الدولة وعني أنا أنا ما عمري سمعتوه كيف يفسر ولا كيشرحوا ولا خارج كيوضح الموضوع للناس لذلك يأكلوا في البنيات ويبقوا قابلين ساكتين لا يهضروا ولا يفسروا ولا يجعلوا أي شيء إذن لا يبقى قدام بشي حل آخر إلا أنك تصدق ذلك الشيء الذي يتقاله اليوم أنا دائما تنكون كيم بن شعبو بن شعبو الملف باقي خاوي باقي في يارش ممكن يكون زعيم سياسي لحزم الأحرى ممكن يتزعيم الحزم أما بعد أن يقول لي أنه لا يكون منصف بخيات رجيم جيد وماذا بخيات داز وزير وعنده يعني مجرد من مراهق قضايا ومرفات يعني إنسان الذي قمت بحيات ربطة ربطة له لا يصالح الناس الآن ينتظرون شيء جديد شيء أفقار جديد يتسنون شباب ليه هو شباب مبدئ سيأتي ويقول لي سوف نفع المفترض ويسوف نخرج منها مهمة ويسوف سأتيه المال ويضع المال سوف نخلقه الطروة وما عندما يقول لي أنه سوف ندقه الصندوق ومهرب ويأتي قد تعمرنا هذا الصندوق سوف نقضي ويقضي لك لذلك الناس يأتي ويعطيه وعود لا يقول لهم حتى كيف سوف يدير يوفي بهذه الوعود دعونا هذا اخنوش ارتقار اخنوش انا وجهة نظر ديالي لا يستحق انني مقابله بالليل و بالنهار و يوميا طب اذا وزنا سمانة كاملة انا كنا نضر عليه اسبوع الماضي لانه هو خرج بطريقة مفاجئة نحن باقي لم يكن لدينا الحملة الانتخابية باقي مبدأ لماذا ؟ هو غفلنا و جاء على غفلة دامت مدة اسبوع الله يجعل البركة لماذا العقلاء للمغرب غابري لان الحمقاء للمغرب كثير العاقل للمغرب باقي انك تذكروا الزهايمر ديال الاسماء او تاني اصاباني الفنان كبير قالوا لي تمشي تحضر في حلقة من حلقات راشيد الشو لما انا كعان نشوف فيها كان تخيله قدامي ما افغادش تجيل اسمي لكن ستعرفوه بالطمامة بالاسم دياله قالوا له تمشي تحضر الحلقة ديال راشيد الشو قال لهم لا راشيد الشو برنامج ناجح و يتبعوه من الناس بالزباد لكن ليس المستوى دياله و قالوا لهم قال المراته ستعرف برلماني قالوا له لشنو برلماني قالوا لهم انهم ستعرفوا لنجح و تقولوا لهم حصانة ستعرفوا للي بغيت بالجم طيب عليك شكرا السيد إدريس إذا الجم هو ملا هذا الكلام هذا الجم يعني ما كيشوفش رأسه فهذا المستوى ديال ديال الفن اللي كيقدموه أو ديال الصحافة أو ما عرشيد يا لاش ومع ذلك البرنامج ناجح هو لا ينفي أن البرنامج ناجح ومتبعين المغاربة الله يعاونهم الله يسهل عليهم إذا هذا شيء هذا اللي واقع بزاف ديال الناس اللي كان ضروري انهم اليوم يكونوا كيهدروا يتكلموا السعد الرحيم بوعيدا الرجل العظيم اللي كلي نشرف الاستضافة دياله في إحدى البرامج إذا الشي اللي واقع مع السي محمد الجن هو اللي واقع مع العقلاء ديال المغريب والطبقة المثقفة ديال المغريب قد تشوف بأنها قادرة تعطيه قادرة تهضر قادرة تتكلمه عندها ما تقول ولكن شديد دخلت نفس مع نداح السي ومع نيزار ايدخل يشوف الفيديو ديال نيزار الفيديو غير 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 في الطريق نيزار هرب الناداح السي شدوه شدوه هاي شامل من اللولي دار فيديو وصل الجوج لمليون دات المليون للمتابعات خرج المثقفة در ثلاثمية وعشرين ديال المتابعة ما وصلش تأ الف إذا تبقى يشوف حتى تشوف وتيرمش هذا هو من قد الناس تشوفوا بان الساحة عامرة عامرة بزعف يعني حالش واحد يبغي يخرج جرده ولكن يتبني جرده عامرة بزعف هو بغي يخرج يرتاح مع رسول تسنت على عظيمته هذا كانت تفص هريش ملايقوه كالقى واحد مسكين ملايقوه وضارب مسافات وأيام وواجه لكي يستمتع بذلك المياه الساخنة والمعدنية الملايقوه يدخل الداخل يكمد العظيمته يمشي إحدى الصباب يخوين عليه المسخون ولكن اطفال 13-15 سنة كان مكان المرح كان ملايقوه كان ملايقوه كان ملايقوه كان ملايقوه كان ملايقوه ولكن بالنسبة لي نحن أمر عادي كيف تكون نحن النشاط ونقاذ ونحن الحيوح كان ملايقوه كان ملايقوه كان ملايقوه يدخل العموة لا أظن ذلك هذا ما هو مع الطبقة المتقفة ترى أنه يجب أنه يحتاج نسبة المتابعة لهم ويبدأ عالم من العلماء المغاربة يهضر ويقوم بتعمل تعمل قوم بتعمل ويجب أن تعمل ويجب أن تعمل في المتابعة تخبو بعيدة سيغير المشاكين التي عيشها المغاربة أعودي الله قال لك الله يرحمه استخليج الجامع ما سيتغير ما سيتغير هذه الماكينة لا تدخلها في هذه الماكينة وفي هذه المدرسة وفي هذه المدرسة سيغيرها سيطحنك الداخل وغيرتك كثيرا كنتم أنتم لم تشغلوا أحد لا يقفوا كنتم أنت نظار بدون الاستثمار في رأس المال البشري سيقاتل شيء على ما هو عليه يجب الاستثمار في العامل البشري وخصد الفكرة أننا بالفلوس سنشرون الناس و سنقوم بهم ما يريدنا على هذه المدرسة الرمضاني والشرقاوي والدفقير في نفس العشرين دقيقة مكفصة خيبة ثلاثة طريقة التفكير الأخنوش و العدد الناس الذين يملكوا الفلوس في المغرب يظن بأنه رأي إلى جر مراه عباد الله و اكتبوا عليه و قلوه و قلوه الناس لا تقوموا لا تقوموا بالهدراء الرمضاني الناس الذين يتبعوا الرمضاني و تعجبهم الطريقة الحوار مع الضيوف و الناس الذين يعجبهم التحليل الدفقير و الشرقاوي لا تقوموا بالفعل ثلاثة بهم و لا تقوموا بالفعل و لا يمكن فقط لأنه يخلص لي المؤسسة التي نعمل فيها و تقوموا بالفعل و سأتحدث و سأتحدث صورة و لا تذروا الله يطول عمره الله يطول عمره الله يطول عمر سيدنا ترى جراسنا يقول هشام حسن اللهم امين يا رب العالمين ماذا من حزب؟ كان هناك عدراحين بعيدة عدراحين بعيدة تم التخلي عنها من حزب الأحرار و التحق بحزب الاستقلال كانت من الناولية التوفيق رجل عظيم و هذا هو ربيع الخير لأن حزب الأحرار هو عبارة يمشي بالطريقة الشركة عند الباطرون و هؤلاء الناس الذين يتبعوا كلهم باطرونات كلهم لديهم التجارة و لديهم البيع و الشراء و لديهم المشاريع الضخمة و المشاريع الكبيرة و يتبعوا بالمليار و يتبعوا بالمبالغ الكبيرة و قدمت تسوى معهم يعني لديك الكثير من الزافرة و لديك حسن لماذا يتبعوا الغفلاء و حروقت للدبال و هؤلاء نوع لديهم مؤخرا لديهم مؤخرا و اقفوا ليس من الجريدة الصحابة الالكترونية و ضربوا ليس في الفيسبوك و انا نغفل لهم مدرة اللايب البارح لن نقوم بقرخبين مع الخط قلت بان هذا الناس او هذا الكلوب الذي يصبح مجموعين في كلوب يسمى كلوب الاحرار او هم يسميه حاطين في الواجهة حزب الاحرار لا يقبلش بك انتك معلم او الا استاد ولو انك استاد جامعي و المكانة ديال الكبيرة ولو انك عالم جيد تدخل و صدق الناس كيف يسولك حلق مدير كيف يوزنك بالفلوس كيف يوزنك بالميزان كيف يوزنك ثلاثة المليار دولار اوه و هذا المستوى يا الاخنوش لا تبارك الله انت قد تكون اضافة مهمة جدا للحزب انا استاد جامعي و كانت قاضى عشرين الف درهم في الشهر لا يجاوبوك لا يجاوبوك لا يعمروا معك اخبارك بان البنتاجون صرح بان المناورة العسكرية لن تشمل الصحراء المغربية السيحة سنوها و اخبارك المغربية السيحة سنوها اخبارك اخبارك المارينز في الصحراء اخبارك و سيبدأ المناورات هذا الاسبوع الماضي سوف تصحيح و المالك اعطى اوامر لكي تدار المناورات مع المارينز في الصحراء و الباء هذا الصباح تصوروا تحرك الآليات العسكرية الزاق و المحبس شكرا بكم اسماعي هذا الاسبوع هذه القدرة سوف نكمل للأفكار و سوف تكمل هذا الاسبوع لدينا حسن المنزل أردت المغرب في المحبس والزاق و سنطلق المناورات بعد قليل إن شاء الله في الصحراء في أمريكا و بلا أمريكا إذا ما قلنا نقول عن كلوب الناس الذين يجمعون في حزو الأحرار يوجد الفئات و هناك فئة من الناس من رجال الأعمال الذين لديهم طروة و أموال كثيرة و هناك أخرى التي تتمنى أن القرب من صحاب الفلوس يعاديهم فحتهم و لا يؤديهم الفلوس فأنت كأستاذ كمفكر و كإنسان يحمل فكرا على كتفه ما عندك مكانة أستاذ الناس إذا الأستاذ الكبير لدينا دارلورد بيتاويل ديال الخير و نتمنى على الله أنه يلقى نفسه في حزب الاستقلال حزب الاستقلال معروف عليه حزب عنده تاريخ حزب اللي عنده مرجعية اللي عنده واحد لليم ديركتيف يمشي عليها كانت هناك مجموعة من الاختلالات بين الفينة والأخرى مرة يطلع مرة يهباط يأتي الناس مزيانين يشرفون الحزب و يأتي الناس يشوفون الصورة للحزب و لكن يبقى أنه حزب جميع مجموعة الناس اللي يحملون رؤوس فوق الأكتاب ديالهم ليس يحملون الدولار والدينار والدرهم والأورو فوق الرأس ديالهم و يحضرونها بالفلوس لأن الأحزاب الخرير يجب أن يشوف كل شيء للماص اللي تبعه كلها فلوس كيف سيحولها و يصرفها إلى أموال و يدخلها الخزينة واحد أخر يجب أن هذا الماص تساهم في النهوض في هذا البلد كيف سيحصلوا و يجب أن نخدموا هذا الناس و يجب أن نخدموا هذا الناس و يجب أن نخلقوا تروع إضافية في المغرب و يجب أن نزيدوا في هذا البلد للأمام إذا نتمنى والخير لأستاذينا الجليل سوف نجدك في كانادا المغرب رفاق على القوالب و إذا نحن الآن لم نخدمنا قوالب و لم نشارينا قوالب و لم نشارينا قوالب و لم نشارينا قوالب برأيك مفاجأة بريطانيا للمغرب قلنا السخافيق محمد خبيلك تبتل هذه التعليق و لم أعرفش أنها وخاك هذه الثلاثة الأسابيع الأخيرة لم أكن أتبع الأخبار و كانت مشغول مع المنزيل الحمد لله موضوع ما أمل بريطانيا و بريطانيا بريطانيا هناك ملطحنة بريطانيا لدينا حلقة كاملة ماذا تفعل في المجلس؟ يوميا في العيون نسمع الصوت من الطائرات الحربية تصول وجهة جول في السماء اليوم لم أسمع طائرات المشتركة لكي يفعلوا المنورات المشتركة سيدريس الشبراوي هذا الدور لكم أنكم تُعيوا الناس وتُوريوهم المصلاحة لهم فين كينا إذا كانوا الناس يجحوا كل مرة وليس يجحوا أي شيء للمدينة مراكوش أو للمراكوشيين سيجحوا المجلس مع المدني يتحرك هناك مراكوشيين ليس للمدينة مستعمل وليس كذلك وليس كذلك أتقدم لك إذا كانوا المتابعين يجب تحركين ولم يكن كل شيء لكي أخبرت ولم يكن كل شيء ولم يكن كل شيء لكي أخبرت ولم يكن كل شيء لكي أخبرت عدد القرده يجب أن ندخل الفوق للقراء والأخاوى وخاور وجدوه أخبرت هذا الشيء يجب أن ألعب في العودة لانفظه أبطل الانتحس لكنك تنوله على المفاجأة البريطانية أجU من بريطانيا سألنفع و ظهرت سواس از 엄마 حسنك لانطريق وأصلшее مفاجأة لدرس إنجلترا للمغرب ولد تخرجوه مازال 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 الشعب العذراوي الشقيق مازال 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 يدع انت يوجد المترجم هنا في 10 سنين العطاء يجمع الحلق يجزيكم يوم السيد تبارك الله سوف يجب المفاجأة يوم رضي تبارك الله لكم إلى اللقاء